اعلان الانسحاب الامريكي من بعض القواعد العسكرية لم يتصق مع تحليلات كثيرين لمستجدات الوضع على الساحة العراقية اذ يبدو ان للقصة بقية تجليها احدث توجيهات البنتاجون لقادتها العسكريين في العراق باعداد حملة لتدمير الفصائل الموالية لايران التي تهدد بمزيد من الهجمات ضد القوات الامريكية تقرير جديد تطرقت فيه صحيفة التايمز الامريكية لهذه الحملة وتداعيتها التي لم ترق للقائد الاعلى للولايات المتحدة في العراق الفريق روبرت بي وايت بعد ان اطلق تحذيراته الخاصة من ان مثل هذه الحملة قد تكون دموية وتؤدي الى نتائج عكسية وتهدد بالحرب مع ايران اعتراضات الفريق بي وايت لم تقتصر على تداعيات الحملة بل متطلباتها ارسل الاف القوات الامريكية الاضافية للعراق فضلا عن تشتيتها الانتباه في محاربة تنظيم داعش الارهابي بحسب الصحيفة اما مواقف كبار سقور الادارة الامريكية التي لم يغفل التقرير الاضاءة عليها بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو وروبرت اوبارين مستشار الامن القومي فتضغطوا باتجاه شن عمل عدواني جديد ضد ايران وقواتها بالوكالة اذ يرون فيه فرصة لتدمير الفصائل الموالية لايران مع انشغال الاخيرة بازمة وباء كورونا تقرير الصحيفة نقل عن مسؤولين امريكيين تلقيهم الاذن من وزير الدفاع مارك اسبر بالتخطيط لحملة جديدة داخل العراق رغم تقليص اعداد الجنود الامريكيين هناك وذلك لتوفير خيارات لترامب للرد على تصعيد الفصائل الايرانية من هجماتها ضد القوات الامريكية موسيقى